نفت قيادة العمليات المشتركة وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي قال ان بعض وكالات الانباء تناقلت خبرا مفاده بقيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاج الجوية لفتا الى ان هذه الانباء عارية عن الصحة وشدد على ان القوات الموجودة في قاعدة التاج الجوية هي القوات الامنية العراقية بكل مسمياتها اشتركوا في القناة